السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة نتكلم عن الماشين لانجوج سيميليتور. اه اه هنبدأ الاول ان هنتكلم على الماشين اللي هنشتغل عليها. الماشين اللي كانت موصفة في الكتاب بتاع السي اس. اه هي ماشين بساسة جدا. هنتكلم نركز فيها على السي بي وعلى الميموري. هكذا نتكلم على الماشين اللي موجودة معنا في الماشين لانجوج نفسها. اه فهنبدأ بالهارد وير بعد نتكلم على اللي هنستخدمها. هكنا نتكلم على الماشين لانجوج كوبجيكت ديزايل. لو احنا هنمودل الفكرة دي كوبجيكت دي هنعملها بشكل عامل ازاي. خلاني نبدأ بالماشين. اه الماشين اللي معنا اه متقسمة للجوزين المهمين. اولهم هو المين ميموري. اه ده الملخزن بتاع الكمبيوتر. تمام? وهي متقسمة الامتين ستة وخمسين ميموري سيل. كل ميموري سيل منهم فيها وان بايت. بتخزن لحد وان بايت. تمام? الادرسز بتاعتها متقسمة من اول زيرو. عد اف اف بنكتب الادرسز. يعني كهكسا ديزم النومبرز علشان بيكون الموضوع عسل معنا هنتلاقينا دايما بنتعمل بالهكسا ديزم النومبرز في الماشين لانجوج وفي الادرسز والكلام ده كله. ان شاء الله الرقم بتكونها اؤثر شوية من انك مسلا تكتبها كباينري او كده ايه. بالنسبة للسنترل بروسسين جونت السي بيو اللي معنا هنركز فيه على الريجسترز. هنركز كمان على كمان البروغرام كاونتر دول يعني يا طبرة وهم تلات حاجات معنا في في الكودس دي كلها. تمام? فخلناها الاول قبل ما نبدأ نتكلم عن الستور البروغرام كونسيبت. الستور البروغرام كونسيبت بوساطة بيقول لك انك لو عندك بروجرام عايز تشغله فانت هتحطه في الميموري الاول هتلوند البروغرام ده كجزء من الميموري في الرام مسلا. بعد كده تبدأ تكسيكيوت البروغرام اللي معات ده في السي بيو. تمام? طيب انا احطته في الرام بقى البروغرام ده ازاي? بص يا سيدي. عناك حاجة اسمها البروغرام كاونتر. البروغرام كاونتر ده بيخزن المكان اللي المفروض يشغله في الخطوة الجاية. يعني لو هو لسه ما بدأش فالخطوة الجاية هي اول خطوة. الحال? فالبروغرام كاونتر ده بيتحط فيه الادرس بتاع الميموري اللي المفروض ان هو يبدأ من عنده. فمسلا. بالنسبة يعني في المكان اللي احنا بدقين فيه دلوقتي قبل ما هو ما يبدأ هو المفروض ان هو هيبدأ من عند الميموري لوكيشن ايه زيرو. طبعا برضو ايه زيرو ده زي ما قلنا هيكون ايه? تمام? وهو بيروح على الميموري ادرس ايه زيرو آآ وهو عارف ان هتبدأ من اول هناك. حال? بعدها بيروح على الميموري ادرس ايه زيرو. هو بيروح يفتش بقى اللي معاه. اللي عندنا في الماشين دي بتكون متقسمها على اتنين. هو بيفتش اللي انا دي والبيت اللي تحتها ويوم حاطتهم فين الانستركشن ريجستر. الانستركشن ريجستر ده بقى ده المكان اللي بيخزن فيه الانستركشن اللي هو عايز يشغلها دلوقتي. هكذا تكلمنا على البروغرام كاونتر وده بيخزن المكان او للمكان اللي هو هيكسيكيوت من عنده هل هيكسيكيوت من عنده في كل خطوة مش بس اول خطوة يعني دلوقتي لو انا خلصت اول الخطوة فعملت لأي زيرو اي وان الخطوة اللي بعدها هو هيبدأ من عند اي تو فالبروغرام كاونتر هيخزن من اي تو بعد كده هيبدأ من عند اي فور بعد كده من عند اي سكس هو ده زي 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 الكاونتر برضو اللي بيكون معك في الفور لوب فيهم هي فور لوب بيلف على الحاجات اللي زي كده بس في الحالة بتاعتنا هو بيزاود كل مرة باتنين مش بواحد علشان الانستركشن متقسمها على مكانين في الميموري على اتنين ميموري كمان? خلو جدا. عندنا برضو جزء كمان مهم من وهو الريجسترز. الريجسترز دي ببساطة هي الميموري بتاعت هي اللي بتخلي السي بيو يقدر يشتغل بسرعة. ليه عندنا ميموري جوا السي بيو عندنا ميموري? ده علشان هي بتكون قامس حتى اقل وكتير من الميموري العادية. بس هي بتكون قريبة من السي بيو نفسه. بتكون قريبة من الحاجات اللي بتعمل من الدوائر اللي بتعمل عملية الجامعة مسلا والاند والكلام ده كله. بما انها قريبة من السي بيو والكلام ده كله فالتواصل ما بينها وما بين بعض بيكون اسرع. بيكون اسرع من ان السي بيو يروح كل شوية للميموري من خلال البص وياخد الدياتا ويرجع ايه? يرجع تاني. تمام? فعشان كده عندنا الريجستر. الريجستر بس ما هو الا ميموري. قريب قوي من موجود جوه السي بيو. مش بس قريب منه. علشان يكون فيه اكسس سريعة بتحصل في الميموري دي. هو يقدر يعمل بتاعته بشكل اسرع بكتير. تمام? تمام. آآ حال. زي ما قلنا آآ بيقول له انت هتروح تفتش من المكان كذا. هنا في اي زيرو. هو يروح هيفتش من عند اول آآ من اول اي زيرو. على كده هيخد الانستراكشنز الاتنين دول. ان احنا زي ما قلنا عندنا متقسمة على اتنين سيلز. ويوم حطتهم فين في زي ما انتو شايفين هنا. دي بنسميها عملية هو بيبدأ بان هو يجيب من الميموري. فما انها متخزنة في الميموري فهو عايز يعرف ايه اللي هناك دي. فعايز مكان اللي موجودة في الميموري. والبروغرام كاونتر بيخزن المكان ده. وعايز ايه بقى اللي موجودة في الميموري لما البروغرام ده يبدأ يكسيكيوت علشان يعرف ايه هو مفوض ايه اشار ده. تمام. هكذا نتكلم على المشين سايكل. المشين اللي ماشين وهي شغالة. المشين وهي شغالة وما هي شغالة ما بتعملش غير تلات عمليات. يعني او تلات عمليات مهمين يعني. بيبدأ بان هو يبدأ زي ما قلنا بيفيتش الداة من الميموري لوكيشن بيروح على بيقول له طيب حلوة جاي انا هجيبها منين. هيقول له ايه زيرو. بروح على ايه زيرو. لكيب الداة اللي بواها. بيقوم حطتها فين? في الانستراكشن ريجستر. العملية اللي احنا وصفناها دي دي اسمها هو بيبدأ بان هو يفيتش الداة من ويحطها في وفي نفس الوقت هو بعد على طول بيروح مزود على مين على المكان اللي هو هيروح عليه بعد كده. فبيزوده باتنين. فيعني هو دلوقتي مسلا بيبدأ بان هو راح عمل حطها في هو بزود دلوقتي بيشاور على ايه زيرو. ده بيحصل بعد عملية. عن كده بيدي كود يعني ايه بيدي كود دلوقتي جات له على صورة مسلا زي كده. هو مش فاهم يعني ايه دي. يعني ايه هو ما يعرفش ايه هو اه بنسباله بس مجموعة ارقام موجودة او موجودة في الميموري متخزنة عنده في. طيب عشان يفهم الحاجة دي معناها ايه بيعمل ايه? بيعمل عملية بنسميها بياخد اللي معاه ويبدأ يفك معنى دي. يعني زي ما يكون كده دي متشفرة بشكل من الاشكال وهو عايز يجيب المعنى بتاع دي عشان يبدأ ينفزها يعني هو معاه حاجة مكتوبة بشكل وهو عايز يفهم بقى هينفز ايه بالزبط? عايز يفهم اللي جاية ده. فبيدي كودت. بالنسبة للمعنى دي فهو هيدي كودت لحاجة زي دا بمعنى اصح الحاجة اللي هو بيطلعها في الاخر. هو دلوقتي كان معاه بيحاول الكلام ده من لحاجة بتساوي معنى ان هو يلود الدياتا اللي موجودة ويحطها في يعني هو ما بيحطهاش كتكس طبعا ان هو برضو ما بتهمش تكستا وبتهمها بشكل معين بس هو في الاخر بيفصر معنى دي بشكل من الاشكال. بالنسبة لنا احنا كبشر لو هنفسرها فهنفسرها بالشكل ده. يعني دي هنتكلم عنها قدام شوية في الفيديو لما نتكلم عن بس يعني ده بس مجرد مسالة. هل? جميل جدا. بعد ما بيدي هو الحد لوقتي عامل حاجة. جاب من الميموري عشان البروجرم اساسا موجود في الميموري. هكذا عمل اللي جاي معاه. فاهم معنى دي. والخطوة الجاية بقى ان هو يبدأ اللي هو عملها. ودلوقتي عارف مسلا ان هو المفروض ان هو يلود الداتا اللي في الميموري ادرس كزا تمام. هيبدأ بقى ان هو يلود الحاجة دي. يقوم بالاكشن. هو الحد اللي حد عملية ومعملش اي حاجة. هو بس بيجيب الداتا وبيفسر معناها. بس لسه ما عملش اي حاجة. في لحظة هو خلاص. بدأ وفعلا عمل فدلوقتي المفروض ان هو ياخد اللي جوا ايه اللي جوا ويقوم حاطتها في الميموري ادرس في اللي هو رقمه خمسة اللي موجود معاها. بس كده. بس بسات خالص هي دي البروغرام سايكل. فتش دي كود اكسيكيوت. فتش دي كود اكسيكيوت. ويفضل يعمل في الكام عملية دي لحد ما البروغرام بتاعه ما يقرأ. حلو. منها فهمنا دلوقتي المشين سايكل والمشين والسي بيو والتعامل ما بينهما بين بعض ولما بيعوز ينفز دي بيعمل ايه? خلانا بقى احنا نفسنا نفهم معنى دي عشان احنا في الاخر اللي هنكود المشين. احنا اللي هنعمل اللي بحاكل اللي بتعمله. فمحتاجين نكون فاهمين برضو اللي قدامنا دي معناها ايه? خلانا نتكلم على اللي معنا. ونتكلم على المشين ببساطة هي عادية جدا زيها زي اي تانية انت تعملت معها قبل كده. هي بس بقى عشواتين تلاتة بس هي في الاول وفي الاخر. في الاخر يعني الفرق بس عبنى ما بين البروغرام لانجوجس العادية ان دي له قوي لدرجة انه بتتكتب وبتتخزن في الميموري زيها زي مثلا بتاعت العقام يعني. ما هي الا للبروغرام في الميموري. زي ما كان عندك للفلوتنج نوتشن مثلا. وهكذا. تمام? عندك بقى بعد كده خلانا نتكلم على الانستركشنز بتاع الانستركشن ببساطة هي بتاع كل كل مجموعة كده جانب بعض او كل اتنين جانب بعض بيمثله او امر بيقول له راح اعمل كزا. تاهمني? فانا بقى نتكلم على اللي معنا متقسمة بشكل عامل ازاي. كل ببساطة لازم يكون لها اسم لازم يكون لها معنا. تمام? فانا انا عايز اعرف انا مقرد اللي ما علي بتعمل ايه? فعايز حاجة جزء من بتاعي ده بيقول لي ايه هي اساسا. عشان كده احنا خصصنا اول جزء من او اول جزء من اللي متخزن فيها دي. لان احنا نحط فيها حاجة اسمها او ما هو الا اسم او معنى لو عايزه يعملها. يعني مسلا لو كان موجود هنا وام زي المسالة اللي كان معنا في الاول. فده معناها دي بيقول له انا عايزك تلود اه تلود ديتا من لو اتنين انا عايزك تلود ديتا من حتة معينة. لو ايه مسلا عايزك تعمل كزا. لو عايزك تعمل كزا. ففيه عندك كزا حاجة ممكن تخطها هنا. الحاجات دي مهمتها بتعرف اللي انا عايزك تعملها هي كزا. بس. بعد كده عندنا تمام انا عرفت او عارف المخصوص بقى ان هو هيعمل دي على مين? يعني مسلا لو دي كانت تمام? هو هيقاد مين على مين? هو ما يعرفش. انت محتاج تقول له. هتقاد مسلا كزا مع كزا او الحاجة كزا مع الحاجة اللي تركزت. طيب هتقول له الكلام ده فين? تلس معك تلاتة اجزاء من الميموري فضلين. التلات اجزاء دول كل جزء منهم يعني بيكون اربعة بيتس. علشان احنا برضو زي ما قلنا بنمثلها كهيكسا دي سمال نومبرز والهيكسا دي سمال نومبر بيكون او الهيكسا دي سمال دي جيت بيكون بيكون موازي الاربعة بيتس في البيناري. هلو? فالتلاتة بيتس اللي هي هتجمعها مسلا. والحاجة التانية هتجمعها عليه. افترنا السؤال تي او ريس تي. يعني يمكن فهو كده هيجمع اه الحاجة مع الحاجة ويحط الريزولت في اس. يعني يكون معنا الكلام ده نتكلم عليه دلوقتي حالا بس يعني بتكلم ان دي بتاعة بتاعة اللي معاه هو دلوقتي ايه? هعارف معنا اللي هو عايزها. وعارف دي هيعملها على حاجات ايه? تمام? زيها زي بالزبط. ده ما هو الا الفانكشن ايه? بيقول ان عايز ان اتنريع على الفانكشن اللي بتعمل كزا. ما هي الى البارامتر بتاعة الفانكشن. يعني هي نفس الفكرة. بالزبط. نتكلم بعد كده على اللي معنا في المشين لانجوج. احنا فهمنا الفكرة العامة اللي موجودة معنا يعني. هي بس زي الفانكشن بالزبط. عندنا بقى اللي موجودة معنا. هي كل اللي موجودة في اللي احنا هنتكلم عليها ولا احنا هنتكلم عليها المسألة دي يعني بشكل عام. فانا هتكلم بشكل سريع على كل واحدة منهم. اه مش هتكلم في الالجوريثم نفسها. انت ممكن تفكر فيها يعني بشكل عام. اه بس يعني خلينا نتكلم عن كل واحدة منه. اه او الرقم بتاعها واحد برضو بتترقم من واحد لسي. زي زي كل الحاجات اللي قبل كده احنا بنمثل حاجات عشان بتكون بتكون اوسط انك انك تكتبها يعني انك تكتبها باينري مسلا. وكمان بتكون اقرب من يعني انك تكتبها فاحنا بنقرب دايما. تمام. اه بس بالنسبة لها معنا. اه اللي هو اللود اه اللود اوبريشن. فهو بياخد اتنين الار اللي هو اللي هو هيلود فيه. والاي اللي هو الادرس اللي هو هيلود منه. فهتلاقي هنا بتاعه ان هو هيخد هيروح على هيلود فيه البيت او اللي هو في الاخر الحاجة اللي كانت موجودة في الميموري ادرس اكس وان. تمام? وده مسال عليه ان لو هو مسلا عندك واحد اربعة اي تلاتة فهو هيروح على تلاتة ياخد اللي فيها ويحطها في الرقم اربعة. فبساطة كل اللي احنا عملت ده 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 اسمه انك خدت الحاجة اللي قدامك دي من الهيئة اللي هي عليها اللي هي ممكن تكون لهاش معنا كشك. وحولتها لهيئة مفهومة ممكن بعد كده تعمل عليها حاجة. ممكن بعد كده عليها. تمام? فده ده اللود اللود اللي بعدها هي برضو بس ده مختلفة شوية. ده بيلود في يعني مش بيروح على ادريس اكس واي. لأ هو اكس واي ده نفسه ده باترن. ده حاجة. ممكن مسلا اقول له آآ اي زيرو كرقم وحطهولي في تلاتة مثلا. بعد كده عندنا ستة. آآ ستة دي اللي هي بس برضو ده اللي هو بتاع الكتاب. لو عندنا واحدة للساين تلاتة للاكسبوننت مكتوبة اكسس فور. وهي آآ اربعة للمنتسب. لو انتم مش فاكر للحاجات دي فارجع بقى اتفا راجع في فيديوهات. آآ يعني في الاخر هو كده بالزبط بس ده على صغير شوية. يعني احنا عندنا زي ما قلنا بتاعتنا هاش غير تمانية او آآ لكل سلم. آآ بس عشان كده احنا بالشكل ده. عشان برضو هي بتكون اسهل في الشرح يعني انت بتحل الحاجة زي كده. فمسلا بالنسبة للاتنين دول يعني بتاعت ستة دي اكتر حاجة الناس بتسعر عليها. آآ فهي بساطة خلاص جربت تفكر فيها كأنك هتحول الكلام ده من بتاع الكتاب بتاع لانك ترجع على الفلوت عادي في سي بلاس بلاس. وخد بالك انت مش هتسجل الكلام ده كل حاجة هتخزن عندك في الميموري. هتخزن على هيئة معينة. سواء هتخزنها كسترينج او هتخزنها كأنت. غير ما هتخزنها كأنت لانها في الاخر. هتخزنها بقى طريقة معينة. بس الطريقة دي مش معناها ان دي كده. هي بقى يعني مسلا انت عندك كل حاجة في الميموري. هل معناها ان كل حاجة انت بتشوف على لا انت بتشوف بتشوف بتخزن شابه ده بالزبط. آآ بتشوف آآ بتشوف حاجات كتيرة. صح فانت اللي في الميموري ده مالوش علاقة بالحقيقية. عندك للفلوتين بوينت بهيئة معينة على شكل شوية جنب بعض مرصوصة واحدة تلاتة تلاتة اكسبوننت واتنين من تسأ واربعة من تسأ. ده مش معناها ان انا هجمعهم كده عادي لأ. هو انا هاخد بقى ده هعمل تفك الشكل ده مسلا وترجعه للفلوت عادي بعد كده بعد ما خلص الجامع هرجعه بقى تاني للهيئة اللي هو كان موجود موجود عليها المطلوب منها عشان اخزانه تاني في الميموري. هل? نعمل. برضو مسألة على على دي فهو هنا بيقول له ستة انا عايزك تجمع لي الحاجة اللي في اربعة هو ايه رقم اربعة وتاخد تحطها في الرقم تلاتة. بس يعني بس هو هنا طبعا مفارقة بينهم لان الالجوريزم الالجوريزم بتاعات اللي مختلفة. ده ده وده فمختلفين جدا عن بعض في الجامع بتاعهم كل حاجة. عشان كده عندنا اتنين اتنين الكل واحدة من. آآ التلاتة اللي جايين دول يعني برضو زي هم زي الاديشن والآ الاديشن سواء او بس ده لو انت متعرفش هي بساطة زيها يعني زي اللي انت بتعملها في العادي يعني مسلا لو انت عندك ايه او ايه ده كده لو ده كده بيعمل آآ تشيك على كلها يعني لو دي او حاجة مسلا زي رقم واحد آآ ايش هو ده بالنسبة له هيعمل وهيرجع الحاجة كلها على بعضها نفس الكلام على الاور. عندك بقى في حاجة اسمها البيت وايس اوبراشنز. البيت وايس اوبراشنز بقى دي بتشتغل على البيتس نفسها. بمعنى ان لو عندك ايه? وعندك بي عندك مسلا ايه ده معمول على هيئة زيرو واحد واحد زيرو واحد. آآ حرف ليه خمسة انا مساشت. آآ بي مثلا معمول على هيئة واحد واحد زيرو زيرو زيرو. تمام? لو انا عملت عليهم عادية وهو الاتنين بالنسبة له. الاتنين ما بيشتاوش زيرو. اه خلاص هو الاتنين بتاعها بواحد. حال? لو انت بقى عايز تعمل او دي بتشتغل على على كل كل لوحدها. بمعنى الاولاني اللي هناك ده هياخد الاتنين دول مع بعض الزيرو والواحد ويعمل لهم طيب لما هو يعمل الاتنين دول مع بعض زيرو هيرجع له زيرو. واحد واحد واحد. واحد زيرو زيرو. هو زيرو 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 لحد الاخر يعني كلها زيرو زمانة واحد. تمام? طيب لو انا عايز اعمل نفس الفكرة سوينا برضو بيشتغل على مش على الحاجة ككل. تمام? فالواحد او زيرو هيبقى واحد. آآ واحد او واحد بواحد واحد او زيرو بواحد. زيرو او زيرو بزيرو. واحد وهكذا. دي اسمها تمام? عندنا برضو دي بقى يعني لازم آآ زيرو واحد او واحد وزيرو. بس ما نفعش واحد واحد ولا زيرو زيرو. تمام? آآ برضو بنفس الشكل يعني بتشتغل على فتشتغل على كل مش على الحاجة كلها ككل. تمام? تمام. فمعنا اول حاجة دي دي اللي اللي تكلمنا عليها اللي هي بياخد اللي موجودة في ويعمل لهم وياخد ويحطها في سبت. بيعمل نفس الحركة بس بيعمل للس والتي ويحط في آآ تسعة نفس الكلام بياخد يعمل لهم ياخد حطها في آآ بقى ايه? ده اسمها الروتيت دي بياخد اللي موجود في كمام? ويعمل له يعني بيحرك بتاعته كده يمين اكس تايمز هو بياخد الار ده الرقم الرجيستر ده البرامتر الاولاني البرامتر التاني اللي هو على ده اللي هتحصل او اللي هتحصل تمام? فكل مرة بقى هو بيحرك فيها لليمين بياخد الحاجة اللي كانت على اليمين في الاول لنفروض خلاص هيكده راح تروح فين هجعها بقى يعني لو انا مثلا عندي آآ حاجة زي الباترن ده بان هو واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو. تمام? وانا عايز اعمل له آآ او آآ زي اللي مكتوبة هناك دي. آآ مسلا تلات مرات. تمام? فانا هعمل ايه? هقوم محرك الحاجات دي لقدام تلات مرات. فانا هشيل التلاتة اللي في الاول ده. دي كده كأنها جات لقدام. فقوم مرجع بقى في المكان اللي ورا وحاطت فيه الحاجات اللي كانت في الاول. فانا زي ما اكون بحرك الحاجة دي اللي قدام شوية يعني ايه. طب هنرسمها كده كان رسمة غريبة شوية فانا ممكن تكون شكلها كان عامل كده. تمام? فانا عندي ده اللي معايا كان واحد واحد زيرو آآ زيرو واحد زيرو تقريبا. هم موجودين كده في اللي كانوا فيه. روحت انا ايه? عامل روتيشن. آآ روحت انا عامل كده. خراكتر بتاعته دراية. طيب اللي بتقعد دول هيروحوا فين? انا اشغيل هم رجعهم بقى في الاول. بس بساطة ده كده اللي بيحصل في الروتيشن. اللي عندنا بعد كده هي الجامب بتقوله انا عايزك تجامب على اللي في المكان اكس واي. زي ما قلنا برضو زي ما احنا مكاملين زي ما احنا هيستور البروغرام عادي. البروغرام ما تخزن في الماموري. تمام? اكس واي ده لو ادرس موجود فيه فهو يقدر يروح يكمل عليه عادي. هل? فهو هنا بقى الجامب كوماند اللي هو بتاعه بيه. بيقوله. لو الحاجة بتساوي الحاجة زيرو ده حاجة مميزة بالنسبة لنا بالنسبة للجامب هي حاجة اللي بيكمبير عليها. لو الحاجة بتساوي الحاجة فانا عايزك تجامب على الانستركشن اللي موجودة في الميموري ادرس اكس واي. ليه بقى دي مثير الاهتمام هي مهمة? ومثير الاهتمام علشان هي بتعمل اي حاجة فيها فيها اي حاجة زي كده انت بتعملها بالجامب لانها هي اللي بتحرك تقدر تخرجك من الفلو اللي انت كنت فيه لفلو تاني. انت في العالي ماشي ماشي في خط البيزيد كل مرة باتنين. لو لقى الجامب هي الوحيدة اللي هي ايه بتتحكم في الانها تغير ده كان يشاول فين? ممكن تتخليها اصلا يطلع على في مكان تاني خالص. من غير ممكن بسلا تفاوت شوية في النص. هي عاملة زي اف ار زيرو. ابتعدا الار ده الريجستر زي تاني. يساوي ار اه اللي في الار. بس اركبت اللي يعني عشان نميز بس الاتنين عن بعض. اه يقول له بقى اعمل حاجة. اعمل حاجة تانية. دي حاجة زي كده. تمام? ده بالنسبة للجامب انستركشن اللي بعدها هي الهالت انستركشن. الهالت انستركشن دي بساطة بتقول وقف. وقف سايكل او الماشين سايكل اللي كانت شغلين. انا مش عايز اعمل اي حاجة بعد كده. هو بيروح بقى موقف بتاع البروغرام. حلو? دي برضو واحدة من اللي معانا. الحاجات اللي بتحكم في البروغرام بشكل عامل. تمام? بس ببساطة دي كل اللي معانا. آآ آآ يعني الافكار بتاعتها كلها تقدر تتعمل عادي. يعني مسلا بالنسبة لللوت فانت عندك الميموري هتكون مخزنها في البروغرام بتاعك الهية مسلا او اي انا كنت هتختار بتاع بشكل عامل ازاي? وتروح تجيب الاتا من الميموري دي وتحطها في الريجسترز اللي هي برضو مكان تاني انت بتخزنه بشكل مختلف. حط في اللي كانت موجودة في كزا. آآ اللود نفس الكلام بس انت اللي واحدة هتاخد نفسه وتحطه في على طول بشكل مباشر. نفس الفكرة هتاخد اللي كانت معك وتحطها في الميموري ادرس. برضو تاخد الحاجة اللي كانت في كزا وتحطها في كزا. آآ بتعمله تقاد الرقمين بس باستخدام فده هيكون فيه الاجوريزم. احسا هي عبسط شوية من الاجوريزم اللي تحت هي. آآ بقى. فانت هتعمل الاجوريزم تكون بتآد رقمين على هاي بالربيزنتيشن اللي كنا بنستخدمه في آآ في السي اس. بتاع الكتاب. آآ بالنسبة للأور والاند والاكس اور فبرضو دي عاري جدا. الالجوريزم بتاعتها هتكون بسيطة. انت هتعمل على الحاجات اللي موجودة معك في اللي معك. الروتيشن نفس الكلام هي هتكون فيها شوية آآ شوية بسيط. بس يعني آآ لو عندك فكرة بسيطة عن وازاي تحرك البيتس آآ شفت البيتس مسلا شوية وحاجات زي كده. آآ برضو ان شاء الله الالجوريزم بتاعتها تكون سهلا. يعني انا هسيب لك الالجوريزم بتاعتها تفكر فيها فانه هتكلم اكتر على بتاعها في الموضوع. هلو برضو هي رغم انها ممكن تبن مريبة شويتين بس هي الفكرة بتاعتها بسيطة جدا. انت كنت واقف عند عند حتة بتقول وغير ده روح عند حتة تانية. انت بس مسلا هتغير ده بدلا ما كان بيشاور على يشاور على هالت هتوقف خلص. فانت مسلا لو كان عندك حاجة او حاجة هي اللي بترون المشين سايكل فانت هتوقف المشين سايكل او المتشوف الهالت. يعني بالنسبة يعني كفكرة عامة الالجوريزم سايكل دي هتتعامل ازاي? خلان انا بقى نروح لحتة دانية ونتكلم على الحاجة دي لو هنعملها ك هنعملها هنعملها ازاي? آآ لين كده هجيب ده اليوم بتاع المشين لانجوج سيميليتور. يعني اليوم الدياجرام ده برضو ده حاجة آآ سبجيكتف انت ممكن تعملها بشكل انت عايز تعمله. فهي مش حاجة موضوعية ولا حاجة يعني يعني ممكن كل واحد يعمل الدياجرام ده بشكل مختلف. ممكن كل واحد يعمل بشكل مختلف بكلاسز مختلفة بأفكار مختلفة. ولكن آآ يعني ده حاجة هكون بشرح عليها الفكرة العامة اللي احنا ممكن نعمل الحاجة دي بشكل عامل ازاي? لو انت عندك فكرة تانية فأكيد يعني هو مش معناك كده ان فكرة تانية غلط. هلو بس خانيا اللي هو الاول كده نبدأ نفكر ايه الكلاسز اللي ممكن تطلع عندي في المشين لانجوج سيميليتور كده? ايه ايه الحاجات اللي ممكن يكون مهمة في في بروجرام زي ده? فخانيا نبدأ نتكلم على اللي هو مسلا الحاجات اللي اتكلمنا عنها اللي كانت مهمة حد الوقتي في الكلام ده كله في الكلام ده كله عن الحاجة دي. اول حاجة معنا مهمة يعني هي المشين. طيب. المشين نفسها. آآ هي مبدئيا وهي تعتبر جزء مهم او حاجة من الحاجات اللي بتمشي الحجاري كلها. فآه ممكن دي ممكن تكون كلاس فعلا. آآ معينة وليها خوصها وليها اللي بتعملها فممكن نعتبرها كلاسي. آآ الميموري والريجسترز نفس الكلام. الاتنين شبه بعد قوي. فالميموري والريجسترز هما كان ممكن يكونوا كلاسيز صح? لانهم في الاخر بيعملوا معينة وليهم داتا معينة اللي هي الداتا لجواهم. اللي عليها مسلا ممكن تكون ممكن تكون آآ للديتا حاجات زي كده. آآ هي برضو تعتبر انها تنفع صح? عندك آآ حاجة برضو تكلمنا عنها في الاخر شوية صح? تنفع برضو انها تكون كلاسيز. لان كل آآ بيكون لها شكل معين. آآ بس كلها في الاخر بتتشارك في حاجة واحدة انها لها معينة وانها لازم تتنفذ بشكل ما. طب. مثلا ممكن تكون كلاسيز معانا. آآ بس يعني بالنسبة لي دي دي الحاجات المهمة. حلو? خلناك نفكر فيها احنا ممكن نموضل الحاجة حاجة زي كده ازاي. خلنا نبدأ بال بالماشين بالنسبة للمسألة اللي معاني. آآ الماشين حاجة مهمة جدا فيها واول حاجة في المسألة عموانة انك عايز تكون بتقدر تلود بتاعك من الفايل. عايز تقدر تكون بتجيب الفايل اللي قدامك ده تريد منه الداة وتلود البروغرام ده في الميموري اللي كانت موجودة عندك. صح? حيل. فطبيعة جدا يكون عندك او تكون بتلود البروغرام من الميموري. برضو جزء من من الكامل ده كما كتوب في بتاعت المسألة انك عايز الماشين تقدر تطلع بتاعتها في اي وقت او هو الحالة بتاعت الماشين دلوقتي عاملة ازاي? كمسلا كميموري وكزا. ممكن تكون جزء من الماشين. ممكن تكون جزء من الحاجات مختلفة. لكن ده الطريقة اللي احنا ممكن نموديلت بيها يعني مشكل عام. حلو? الماشين دي برضو كم مربوطة بحاجات تانية. مربوطة بايه? الماشين كمان عندها اكسس للسي بيو بتاعها صح? السي بيو ده جزء من الماشين. حلو? السي بيو بقى الخواص بتاعته ممكنها تكون في ايه? السي بيو عنده حاجات كتيرة. عنده البروغرام كاونتر. عنده الانستراكشن ريجستر. عنده آآ عنده بقى زي ان هو بيرن البروغرام المعين ده ان هو يبدأ يشغل الماشين سايكل بضعته. عنده مسلا انه ممكن يكون بفتش الانستراكشن الجاية. لها الفتش والديكوت والماشين سايكل. هلو? هل سي بيو هو كمان عنده من ناحية ان هو ان هو عنده معينة. وبرضو القيم اللي بحطوطها هنا مسلا ان هو ده انت وان ده انت هو كمان مش لازم يكونه كده. يعني هو ده ده بس اللي هو مجرد انت ممكن انت خزن الحاجة عندك بشكل مختلف خالص. لازم ان الحاجة عندك تكون متخزنة بنفس الطريقة. هتكون معمولة بنفس الشكل. بس برضو دي فكرة عامة. ممكن انت حاول تطبقها انت بالطريقة اللي تعجبك اه. تمام? حل. فلحد دلوقتي تتكلمنا عن الماشين وعن السي بيو. كل الحاجات دي حاجات احنا اتكلمنا عنها. بس احنا دلوقتي من مودلت بس كفكرة. كبرو جرامنج كوبجيكتوريانتد برو جرامنج. تمام? جميل. اه عندنا كمان الميموري صح? الميموري نفسها كميموري هي فكرة ابستراكت خلص يعني احنا قلنا انا نفسها هي ميموري. برضو. هو ميموري. واحد منهم كان مختلف عن التاني واحد منهم قريب من السي بيو التاني بعيد عنه. الاخرى هم الاتنين ميموري صح? وبيشيروا حاجات كتيرة مختلفة. اه حاجات كتيرة متشابهة. زي انهم عندهم الحاجة اللي جواه صح? وعندهم بتاعهم ان اه الميموري مسلا بتاعتنا الميموري بتاعها متين ستة وخمسين. بتاعها ستاشر. صح? حلو. فدي خواص ممكن تكون خواص الميموري. ممكن يكون لها خواص تانية بتاعك. فده الحاجة اللي انا اخططها هنا. بشكل عام. خلق? تمام. عليها معينة زي انك مسلا عايز تستور في كزا. دي ممكن تعمل على الميموري صح? ممكن تريد اللي في كزا ويرجع لك بتاعها بشكل معين. برضو عايز اقول تاني ان هنا مسلا ممكن انا كاتب ان هي هتكون بتترن انت الميموري بتاعت مسلا دي ازا مش لازم تكون معمولة بالشكل ده. هو ده بس فكرة عامة. الميموري بقى نفسها دي. دي لانها مش بستخدمها مع مش بستخدمها بشكل عام في الحاجة بتاعتنا. لحد الوقت ما قلت ما تكلمتش على عامة. يعني بس انا عارف ان انا ممكن موضوعكم ملغبط. انا عندي حاقتين. الميموري وعند الريجستر. بتكلم ساعات عن الميموري على انها الميموري. لانها الحاجة الوحيدة فيها كلمة معايا بس. اللي وقت عايزين نفرق ما بين الميموري بشكل عام كفكرة او اساسا كفكرة. والميموري بقى اللي هي مثلا وحاجة. تمام? فالميموري كفكرة هي هي فكرة مشتركة ما بين الاتنين. ما بين الميموري وما بين الريجستر. الاتنين الميموري والريجسترز بدل من دوبليكيت الكود بتاع الريدن والستورن والريبريزنتاشن بتاع الميموري جواهم والسايز والكلام ده كله. كما نعمل الكلاس ابستراكت الاتنين ياخدوا منه كل الخاص بتاعته. صح? فعشان كده الميموري والريجسترز هما الاتنين بيكستندوا من الميموري. بس ده بياخد ميتان ستة وخمسين ده بياخد سايز ستاشن. مش اكتر من كده. ده بقى موجود في مكان معين والتاني موجود تابع كلاس تاني. فيه والميموري كلاس نفسه ابستراكت كلاس. ليه? لان هو نفسه انت ما تقراش تستخدمه الواحده. انت تقدر تستخدم منه او حالات خاصة منه. ده بالنسبة للبورام بتاعنا. الحالات الخاصة منه اللي هي والريجسترز. نعم الميموري نفسها فكرة. بس. الميموري بقى ده للفكرة. ده للفكرة. حق? بس. الميموري نفسها هي جزء من الماشين. كمام? زي ما لسي فيه هو كمان جزء من الماشين. فالعلاقة وم بين الماشين والميموري والماشين والسي في يو هي علاقة الاتنين مربطين ببعض. الاتنين جزء. اه مش الاتنين ببعض جزء من الماشين. هو نفسه هو موجود وبروبرتي جوا الماشين والميموري نفس الكلام. موجود جوا الماشين. والماشين هي Natalie اهو بتمشي التعاون ما بين وبين بشكل من الاشكال. حسام انت تنظم قبوت بتاع البارتو بشكل عامل ازاي. هذا. اه هو كمان محتاج يكون ليه اكسس على الميموري اللي موجودة في الماشين. فالماشين هتكون بتدي للسي بيو الميموري ان هو يتعامل معه. فهتلاقيني كاتب هنا ان بشكل من الاشكال ان هو مسلا عايز فيها ديتا او يلود منها ديتا بشكل من الاشكال فبرضو في ما بين وما بين الميموري. دي هي ان ده عايز اكسس لده. ده يعني من الاخر على الميموري صح? لازم يكون في ما بينهم. اللي كان بيحصل في الحقيقة من خلال البوسل. السناب النسبة لنا هو عادي. هياخده مسلا في بتاعه عايز كاينستانس. اا الانستانس ده وموجود في في الاول يعني هو مش هيعمل جديدة كل مرة لا. هو بياخد الميموري اللي موجودة من الماشين اللي الماشين عاملها الماشين بتديها بقى المين للسي بيو ان هو يتعامل معاه. فح Sansa في الاول والاخر احض십 واحد من الميموري وعندك واحد من السي بيو بس السي بيو بتعامل مع الانستانس بتاع الميموري اللي عامله الماشين. ح λ encanta žiared. جميل نفس الكلام زي ما قلنا عنده حاجات تانية نتكلم احنا قلنا ان السي بيو اه اصلي المشير المعلش نقول انه عنده وعنده انسيت حاجة حاجات تانية اللي هي هي وتكلمنا عن الرويجسترز الوحدة فى فيه علاقة ما بين الرويجسترز هو الجزء من السي بيو ففى موجودة كبن جهة سي بيو ففى خط اللي مبينهم ده حلو? فريكاب سريع لحاجات اللي موجودة لوقتي انت عندك بتاع الماشين ده اللي بيدير الدنيا كلها. ده اللي بيلود من الفايل وده اللي بي في وقت الملاقوات وحاجات زي كده. جميل? بقى ده بتاعنا اللي هو بقى فيه وبيعمل وعنده والكلام ده كله وبيران البروجرام وبيديكوت صح صح. وعندك اللي هي اللي هي بتخزن فيها الحاجات اللي بتحصل في الماشين. جميل. وعندك اللي هي بتتخزن في الحاجات اللي بتحصل اللي هو صح? والجزء من نفسه عنده ايه? عنده هي بتاعك. تمام? فالسي بيو بيكريت مع الكنستركتور بتاعته. لانا عند دي بتاعتي. حلو? جزء من الماشين. حلو? الماشين بقى بتدي للسي بيو. المين ميموري عشان يأكسسها. انت عندك واحد من المين ميموري. مش كل مرة وتديها لكل الناس. ليه? لانك لو عملت جديد من المين ميموري. في السي بيو وعملت فوق من في الماشين من المين ميموري. من المين ميموري. فكان ايه لازمتها من الاول? تبقى ممكن مسلا تخلي ده يكون معه خلاص. يعني ايه? في الواقع هو هي تنفع كده كامبليمنتيشن. اه بس هو في الواقع المين ميموري لا هي مش جزء من. هي جزء من الماشين. الماشين بتاعته ممكن يكون فيها حاجات تانية غير عايزة اكسس المين ميموري. فانا مش هلمت الكلام ده كورا على المين ميموري. ممكن اكستند الفكرة دي بقى ان انا عندي جي بيو. والجي بيو ده عايزة اكسس المين ميموري. اه ايه? هعمل لهوا كمان مين ميموري? لا. المين ميموري دي حاجة شير. عشان كده انا ما سيبها فين? في في المشين. المشين بقى هي اللي بيتماشي الحاجات دي مع بعض. هي اللي بتدي للسي بيو والمين ميموري. والمين ميموري والريجسترز وانهم متشابهين او في كل حاجة تقريبا معادة بتاعهم. هم الاتنين بيكستندوا من اللي هو اللي هو بيكون في نفسها كرابريزنتيشن انترنل. فالحاجات دي برايفت برضو دي معناها برايفت وبلاس دي معناها بوبليك. وبيكون عندهم بتاعهم اللي هو بيمثل بتاع الميموري اللي موجودة جوا. وعندهم بتاعتهم اللي هي زي ما كل حاجة من دول عندها طاعتها. حد الوقتي احنا الدنيا معنا تمام. احنا دي معنا الماشين. اول ما هيدخل هيلود الفايل. احنا النادي على المفروض ان هي هتروح يجيب الكلام ده وتقوم مع بي الحاجات اللي جايبها من من الفايل ده في المغزن. تحطها فين في المين ميموري. جميل? بس وتروح بها عاملة للبرو جرام او تخلي هو لو عايز يكسيكوت البرو جرام ينادي على معين يخلي يرون البرو جرام ايه يكون كما زي ما تحب انت هتعملها ازاي يعني? بس اه في وقت من الوقات هينادي على دي بقى هتكون من جوة بتشغل الحاجات بقى اللي هنا دي. جميل? هتشغل بقى الفاتش والفاتش. هتروح تجيب الكلام ده من الميموري. عشان كده هنلازم يكون عندنا اكسس للميموري. كده لازم يكسس الميموري. تمام? هيروح يفاتش الداتا من الميموري. ويروح حطوتها في وبعد كده بعد كده يدي كود اللي جات عنده في بعد كده ييكسيكوت اللي كانت موجودة ايه عنده? هتكلمنا على خطوة صح? طيب لما يدي كود دي. واحنا هندي كودت في شكل عامل ازاي? يعني هل انا هدي كودت كتكست? اكيد بس ليه لان احنا بنشتغل في وبجيكت. وبالنسبة لنا تعتبر وبرضو يعني هي هي عندها الخواص بتاعتنا. عندها الخواص بتاعتها مسلا ممكن تكون ان هي بتعمل كزا صح? اه ممكن تكون انها بتاخد كزا وكزا صح? هلي خواص بتاعتها مسلا بتاعتها. فممكن الخواص بتاعتها انها هتاخد هتستوري بتاعتها في و هتجمع مع صح? حيلا. فأنا هعمل لكل عندي كلاس. وبرضو ده طريقة ممكن تعملها بيئة بها. وممكن ما تعملهاش بيئة. عادي. زي ما تحب انت عايز تعمل هزا هاي. هعمل لكل عندي كلاس هيشكلها مرعد. بس هي فعلا بسيطة. هيها كل من دول بس بتاخد بتاعتها. فهتلاقي مثلا انها عندي هنا بتاخد وبتاخد اللي هو هيلود فيه. اللي هو هيلود منه. نفس الكلام على دي بقى اللي بتلود ايه? بتاخد بتاخد نفس الكلام على الستور. اتكلمنا عنهم كلهم فانا مش مش هرجع عيد الكلام ده تاني. بس هتلاحظ بقى ان انا عامل حاجة مختلفة هنا. هي هي مش كل واحدة منهم فعلا بس لوحدها. هي كلاس لوحدها اه? بس كلها بتاكستند من حاجة واحدة. هي كلها صح? دي فيها فيها حاجة ايه هي الحاجة اللي شيردوا بينها? الحاجة اللي شيردوا بينها ان كلها كلها بلا استثناء انت عايز تعمل لها صح? جميل. فالاكسيكيوشن بقى في عندك موجودة في اللي هما كلهم بتاعتي. انا مقدرش انا مش هستفيد من الانستركشن دي لوحدها كحاجة لوحدها فعلا كده هي بس انا بستفيد من النوع المعين من يعني مسلا لو عندي اه دي مفيد انا عارفة انا هعمل فيها ايه? فانا هلاجع عليها فهي هتعمل عملية بتاعتها. ففعليا كل واحدة من دول بتوفر رايد اللي موجودة في يعني دبيت بانها تنفز الحاجات بتاعتها على اللي موجودة معها. لان ها قريدي دي كود. بدي قدر تنفز بس اتكلم على 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 وهكذا على كل الحاجات دي طالما انا معايا الديتا انا اقدر اه اكسيكيوت اللي معايا. حلو? ده بقى كمان مثال على 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 ايه في كده يا عم? عندك دي اساسا موجودة عند مين? عند الانستراكشن. الانستراكشن دي اساسا صح? هي نفسها فعلا مش مش حاجة مش حاجة بستخدمها بشكل عام. بس انا بستخدم ايه منها? تمام? الانستنسز اللي منها ديه بقى بتوفر رايد الاكسيكيوت. انا كل ليه خاصة بيه? بس انا في الاخر بناديها بشكل بناديها بنفس الشكل اللي هو اكسيكيوت. بس كل واحدة منهم بقى بتنفز بتاعتها بشكل مختلف. هتروح تستور في الميموري. هتروح تلو. بس انا في الاخر. جوه انا ما عنديش فكرة. الكلام ده كله بشكل من الاشكال. فانا بس اللي معي اللي انا عملتها عشان كده انا عندي كمان بتكون جوه. حاجة برضو يعني كفكرة مهمة ممكن تحتاجها وانت بتاعلي. اه هي ان هتلايني عامل الاكسيكيوت اه مثود على بترترن انت. طيب هي ليه بترترن انت? هيا في الوقع ممكن تكون بش بترترن اي حاجة صح? في مختلف. بس هي هنا بترترن انت. الانت ده هو هيشتغل عليه. ليه كده? ده علشان لو لما يجي الحاجة مسلا زي عايزة تجمب على مكان معين فمش كل فعاليا بتجمب على نفس المكان. صح? فلا ممكن اكون عايز اغير الادرس او كان بيشاول على فين? ليه? لان في عندي زي الجمب. حاجات زي كده بتحتاج طريقة معاينة انها ترجع بتاعها. او اللي هو تعرفه. تمام. انا دلوقتي خلصت عملت مسلا مع ده وريجستر زيرو. انا عايزك تروح عن ده اللي في كزا. مسلا. ده بالنسبة هي بترترن الادرس بتاعها اللي هي عايزة تروح عليه. جميل جدا. بس يعني دي دي النظرة عامة كده يوم. ممكن اكون انا في الحاجة دي. بس يعني مراجعة سريعة جدا. انت عندك. انا في الاخر حددنا ايه اللي عندنا اللي موجودة معنا. وببساطة احنا قلنا ان احنا عندنا الحاجات اللي اساسية المشين سي بيو ميموري ريجسترز اه الانستراكشن نفسها. والانستراكشن متقسمة مختلفة. بس احنا قسمنا الحاجات دي لتقسيمها معينة. قلنا كمان ان الريجسترز والمين بيشاركوا حاجات كتيرة ما بينهما بين بعضه. قريبا نعملش والاتنين بيكستندوا منه. ده هيخلي الموضوع ابسط. صح? طيب هيحتاج اكسس للمين ميموري. هيجيب المين ميموري منين? المشين هتدي له. هيدي للسي بيو الاكسس على المين ميموري. مسلا. اه الريجسترز مسلا جزء من السي بيو. هي علاقة ما بينهم السي بيو جواء الريجسترز. كلها قال له. احنا ما اتكلمناش على اول حد دلوقتي. قال له بس يعني انا بحاول اشرح الفكرة ممكن نمثل الكلام ده كله ازاي? اه بس يعني ده كده نظرة سريعة على كفكرة كماشين لانجوج نفسها شغالة ازاي? كركاب كده سريع على المشين اللي المفروض الشغالين عليها. وتكلمنا في الاخر على بتاعها كيوم الدياجرام والفكرة العامة بتاعتها وازاي الكلام ده بيراجع بقى وبرجع الحاجات الافكار الاساسية بتاعته زي الانهيرتنس. اه زي ما شفنا هنا. زي في زي 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 ما زي ما وهكزا. اه بس يعني فتمنى تكون الفيديو كان مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.